تواصل مؤسسة حياة كريمة تفعيل مبادرة تأسبيل والتي عملت على إفطار الصائمين منذ شهر رمضان المبارك وصولاً لإفطار الصوم الكبير بعيد القيامة حيث تستهدف المبادرة توزيع وجبات غزائية متكاملة وصحية على المستحقين لكنها هذه المرة تأتي بالطعم خاص لتشارك المواطنين فرحتهم بعيد القيامة في الكنائس والبيوت من صعيد مصر إلى العاصمة تواصل مؤسسة حياة كريمة تفعيل مبادراتها المختلفة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية ومنها مبادرة سبيل التي عملت على إفطار صائمين منذ شهر رمضان المبارك وصولاً لإفطار الصوم الكبير بعيد القيامة بيبنحتفل بعيد القيامة المجيد بعد الأسبوع الألام وبعد كده الناس بتبقى صايمة وبعد كده بيبتدوا بقى ليوم توكوس بيحتفلوا بيها بيرواحوا ببيوتهم بفرحانين وكأهم حاجة في الموضوع دي كلها الأمان الناس عايشة في مصر الأمان بتعرف تصلي في الكنيسة بتعرف تصلي في الجامع بيتحركوا براحتهم في أي وقت من الساعة النهار ودي حاجة مفرحة لنا كلنا وحاسين بالأمان وده شعب المصر متوقدينا نارضة في حي شبرة بنقدم انتهاني للإخوة الأكباط وبنفرح معهم بنقدم للأطفال الهداية في شكولتات والبالونات طبعاً دي مش أول سنة متوقدينا معهم احنا متوقدينا معهم على طول سنة اللي فاتسوا قبليها وموجودين معهم في حي شبرة وموجودين معهم في كل المناسبات وبرضو الإخوة الأكباط موجودين معنا برضو في كل المناسبات المبادرة تستهدف توزيع وجبات غذائية متكاملة وصحية على المستحقين لكنها هذه المرة تأتي بطعم خاص لتشارك المواطنين فرحتهم بعيد القيامة في الكنائس والبيوت النهاردة حياة كريمة كانت حريصة في وجودها في كنيسة الأنبى أنتونيوس لتأهاني إخواتنا المسيحيين بعيد القيامة المجيد وطبعاً يعني احنا حرسين من رمضان في مبادرة سبيل لتقديم الوجبات للفئات المستحقة فالنهاردة بنستهدف أكتر من 15 كنيسة على مستوى الجمهورية بنستهدف حوالي 2500 مستحق لتقديم الفطار بتاعهم من خلال مؤسسة حياة كريمة جايين النهاردة أنهان إخواتنا الأقباط بيعيدهم فاحنا كلنا بنبقى واحد معاهم نتشارك فرحتهم ونجايين نتبع مبادرة حياة كريمة ومبادرة عبر سبيل مبادرة سبيل تأتي ضمن عدد من مبادرات مؤسسة حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين صحياً واجتماعياً واقتصادياً كريم بيبرس التلفزيون المصري